أصدر مركز المعلومات ودعم اتخاذ القرار بمجلس الوزراء عدداً جديداً من القاعدة القومية للدراسات وهي نشرة ترصد وتوثق الدراسات التي تتناول موضوعات وبحوثاً تتعلق بمجالات التنمية الاقتصادية والاجتماعية في مصر وأشار المركز إلى أن هذا الإصدار يأتي في ضوء الدور المهم الذي تلعبه وزارة الزراعة في الاقتصاد القومي سواء من خلال نسبة مساهمتها فيه أو من خلال توفيرها فرص عمل لقطاع كبير من السكان خاصة في الريف المصري